بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة تم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزائي طلاب الصفل والمتوسط في مادة المهارات الرقمية الفصل الدراسي الثالث سنتكلم بإذن الله في هذا الدرس أو سنكون معكم بإذن الله في درس المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز الجزء الثاني تعلمنا في الدرس السابق في درس المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز الجزء الأول رسم سمارت آرت أيضا تحرير رسم سمارت آرت تكلمنا عن رسم سمارت آرت وذكرنا أو تعلمنا في الدرس السابق كيفية إدراج قائمة لعملاء الأعمال المحتملين بعد ذلك أضفنا مخططا بالبيانات إلى الشرائح الخاصة بك ذكرنا أنه لإدراج رسم سمارت آرت أولا بعد فتح العرض التقديمي نحدد الشريحة التي نريد إضافة سمارت آرت إليها بعد ذلك من علامة التبويب إدراج من سيرت ومن مجموعة رسومات توضيحية إلوستريشنز نضغط على سمارت آرت بعد الضغط على سمارت آرت ستظهر نافذة أو نافذة اختيار رسم سمارت آرت في الجزء الأيمن موجود قائمة أو عدد من العناصر تستطيع من خلال هذه العناصر الإطلاع على رسومات سمارت آرت الموجودة التي يوفرها برنامج مايكروسوفت باوربوين بالضغط مثلا على قائمة جزء الأيمن بعد ذلك نختار قائمة مربعات عمودية في ارتكال بوكس لست اضغط على موافق بعد الضغط على موافق سيتم إدراج الرسم سمارت آرت إلى الشريحة بشكل مباشر في هذا الجزء إذا كنت لا تعرف ما هو رسم سمارت آرت المناسب للمعلومات التي تريد تقديمها ابحث هنا حيث يوجد وصف تفصيلي لكل رسم سمارت آرت موجود داخل نافذة اختيار رسم سمارت آرت بعد الضغط على زر موافق سيتم إدراج سمارت آرت مباشرة إلى الشريحة المحددة في عرضك التقديمي تستطيع بالضغط على كل مربع من المربعات الموجودة كتابة الفئات القائمة المحتملة أو فئات القائمة المحتملة مثل الطلبة المعلمون الطاقم الإداري تطبيق عملي على إدراج رسم سمارت آرت بعد فتح عرضك التقديمي بواسطة برنامج ماكروسوفت باوربوين ومن ثم تحديد الشريحة التي تريد تطبيق أو إضافة الرسم السمارت آرت إليها من قائمة إدراج مجموعة الرسومات التوضحية نختار إدراج رسم سمارت آرت بالضغط على إدراج رسم سمارت آرت ستظهر نافذة اختيار رسم سمارت آرت تستطيع اختيار أحد الرسومات أو أحد الرسومات السمارت آرت الموجودة من مجرد الضغط على الرسم سيظهر شكله في الجانب المقابل نختار مثلا قائمة مربعات عمودية بعد ذلك نضغط على موافق نلاحظ هنا وصف تفصيلي للرسم مجرد الضغط على موافق سيظهر إدراج الرسم إلى الشريحة تستطيع بالضغط على المربع كتابة الفئات المحتملة في الرسم البياني على سبيل المثال الطلبة المعلمون الإدارة أيضا تستطيع تصغير وتكبير حجم سمارت آرت بالضغط على النقاط الموجودة في الزوايا زوايا الرسم سمارت آرت أيضا تستطيع تغيير اتجاه سمارت آرت من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين كذلك تحدثنا عن تحرير رسم سمارت آرت وذكرنا أنه يمكنك تنسيق رسم سمارت آرت ليبدو جميلا وملائما لذوقك الشخص ولتحقيق ذلك يمكنك استخدام علامتي تبويب تصميم سمارت آرت وتنسيق أسفل شريط أدوات سمارت آرت بعد تحديد الرسم سمارت آرت على الشريحة ستظهر قائمة أو علامة تبويب جديدة باسم تصميم سمارت آرت تحت هذه العلامة موجود عدد من الأيقونات تستطيع استخدامها لتحرير أو لتعديل أو لتغيير ألوان الرسم الخاص فيك على سبيل المثال استعرض الأيقونات الأيقونة الأولى من اليمين إضافة شكل تستطيع من خلال هذه الأيقونة إضافة المزيد من الأشكال إلى رسم سمارت آرت بالضغط على السهم الموجود بجانب هذه الأيقونة ستظهر قائمة إضافة شكل إضافة شكل بعد أو إضافة شكل قبل أيضا في مجموعة إنشاء رسم كذلك في أيقونة تحريك لأسفل أو تحريك لأعلى يمكنك تغيير ترتيب رسم سمارت آرت عن طريق الضغط على زري التحريك لأعلى موف أب والتحريك لأسفل موف داول أيضا من مجموعة تخطيطات تستطيع اختيار نمط من أنماط رسم سمارت آرت المختلفة لاختيار المناسب منها كذلك في مجموعة أيضا أنماط سمارت آرت تستطيع تغيير اللون من خلال الضغط على أيقونة تغيير اللون واختيار لون من الألوان الموجودة في القائمة التي تظهر لجعل سمارت آرت الخاص بك أكثر حيوي كذلك من الأنماط ومن تستطيع بعد الضغط على السهم المتجر الأسفل استخدام أنماط مختلفة من أنماط سمارت آرت الموجودة لجعل رسم سمارت آرت أفضل إذن كانت هذه أهم الأيقونات الموجودة داخل أو تحت علامة تبويب تصميم سمارت آرت إضافة شكل تحريك للأسفل أو للأعلى اختيار أنماط مختلفة وتغيير نمط رسم سمارت آرت النوع السمارت آرت المستخدم كذلك تغيير اللون وأيضاً اختيار نمط من الأنماط الموجودة تطبيق عملي على تحرير رسم سمارت آرت بعد فتح العرض التقديمي الخاص بك بواسطة برنامج باوربوينت ثم تحديد الشريحة التي يوجد بها الرسم بعد تحديد رسم سمارت آرت ستظهر قائمة تصميم سمارت آرت بعد الضغط على هذه القائمة ستظهر الإيقونات الموجودة داخل أو تحت هذه العلامة مثلاً إضافة شكل تستطيع إضافة شكل بعد أو إضافة شكل قبل داخل رسم سمارت آرت أيضاً تستطيع تغيير الاتجاه من اليمين إلى اليسار أو جعله من اليسار إلى اليمين كذلك في مجموعة تخطيطات تستطيع اختيار أحد أو تغيير نوع سمارت آرت المدرج في تغيير الألوان كذلك تستطيع اختيار لون من الألوان الموجودة لجعل السمارت آرت أكثر حيوية كذلك من خلال أنماط سمارت آرت تستطيع اختيار أحد الأنماط التي يوفرها برنامج مايكروسوفت باوربوينت نلاحظ تغيير شكل السمارت آرت تستطيع اختيار ما يناسب عرضك التقديمي لجعل العرض التقديمي شكل أفضل مجرد اختيار أحد الأنماط والضغط بزر الفارع الأيسر سيتم تطبيقه بشكل مباشر على الرسم أيضا ذكرنا في الدرس السابق تذكر أنك تستخدم سمارت آرت عادة لإظهار شيء ما لذا حافظ على البساطة والوضوح لأن استخدام الكثير من الألوان والأنماط قد يكون مربكا في بعض الأحيان أيضا من خلال بعض الأزرار نستطيع تحرير رسم سمارت آرت الخاص بنا على سبيل المثال نستطيع حذف شكل من رسم سمارت آرت بالضغط على الشكل الذي نريد حذفه بعد ذلك الضغط على مفتاح ديليت في لوحة المفاتيح كذلك نستطيع تغيير حجم رسم سمارت آرت بالضغط على حد رسم سمارت آرت ثم نسحب المقابض إلى الداخل أو إلى الخارج حتى يصل رسم سمارت آرت إلى الحجم الذي تريد تطبيق عملي على تحرير رسم سمارت آرت تستطيع بالضغط على المقابض تستطيع تكبير أو تصغير سمارت آرت تكبير بسحب إلى الخارج أو تصغير بسحبه إلى الداخل نلاحظ تستطيع تغيير حجم الرسم كامل أو حجم أحد العناصر الموجودة داخل هذا الرسم كذلك تستطيع حذف أحد العناصر الموجودة أو أحد المربعات الموجودة بتحديد هذا المربع ومن ثم الضغط على مفتاح حذف مفتاح ديليت في لوحة المفاتيح أيضاً ذكرنا أنه يمكنك العثور على الكثير من الخيارات المضمنة في علامات التبويب والمجموعات بضغط زر الفارع الأيمن على أحد العناصر سنتعلم في هذا الدرس درس المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز الجزء الثاني سنتعلم عن المخططات البيانية هل تتذكر ما هو المخطط البياني؟ يمكنك استخدام المخططات البيانية بالإضافة إلى رسم سمارت آر تذكر أن المخطط البياني هو تمثيل رسومي لمجموعة من الأرقام فمثلاً يمكنك تحويل بيانات جدوى الرقمي إلى مخطط بياني مصور مما يسهل عملية قراءة البيانات إذن مخطط البياني هو تمثيل رسومي لمجموعة من الأرقام تستطيع إضافة مخطط بياني إلى الشريحة خاصة بك في العرض التقديمي من علامة تبويب إدراج ومن مجموعة رسومات توضيحية أضغط على مخطط من نافذة إدراج مخطط اختر مخطط مناسب على سبيل المثال مخطط خطي ثم أضغط على موافق وسيتم إدراج المخطط إلى الشريحة إذن من علامة تبويب إدراج مجموعة رسومات توضيحية نضغط على مخطط بعد ذلك من نافذة إدراج مخطط نختار المخطط الذي أو شكل المخطط نوع المخطط الذي نريد إدراجه إلى الشريحة بعد الضغط على موافق سيتم فتح ورقة عمل إكسل بجدول محدد مسبقاً لأن البيانات الموجودة داخل الجدول محددة مسبقاً ولكن تستطيع تغيير هذه البيانات وفقاً للمعلومات التي تريد تضمينها إلى الشريحة تذكر أن عملية تحرير المخطط البياني تتشابه مع عملية تحرير في برنامج مايكروسوفت إكسل يمكنك إضافة الصفوف والأعمدة وكذلك العمليات الحسابية وغيرها من عمليات التحرير التي كانت مستخدمة والتي كنا نستخدمها في برنامج مايكروسوفت إكسل عند إغلاق نافذة جدول البيانات سيبقى المخطط البياني ظاهراً على الشريحة تستطيع أيضاً تعديل البيانات الموجودة على جدول البيانات بعد إغلاقه بالضغط بزر الفار الأيمن على المخطط البياني ستظهر قائمة نختار منها تحرير البيانات Edit Data ستظهر ورقة العمل مرة أخرى إذن بعد إدراج المخطط ستظهر معه ورقة عمل افتراضية من برنامج إكسل نستطيع تعديل وإضافة المعلومات التي نريد إلى هذه الورقة نستطيع إغلاق هذه الورقة وسيدرج ويبقى المخطط البياني إذا أردت تعديل على البيانات مرة أخرى مجرد الضغط بزر الفار الأيمن على المخطط البياني ستظهر قائمة نختار منها تحرير البيانات سيظهر الجدول مرة أخرى تطبيق عملي على إضافة مخطط بياني بعد فتح العرض التقديمي الخاص بك باستخدام برنامج Microsoft PowerPoint نحدد الشريحة التي نريد إضافة مخطط بياني لها بعد ذلك من علامة تبويب إدراج في مجموعة الرسومات التوضيحية نضغط على مخطط ستفتح قائمة إدراج مخطط في الجزء الأيمن موجود كافة المخططات الموجودة في برنامج Microsoft Excel Microsoft PowerPoint نختار على سبيل المثال خطي نختار أحد الأنواع وليكن خطي بعد ذلك نلاحظ وجود جزء المعاينة بعد ذلك بالضغط على موافق سيتم إدراج المخطط وفتح ورقة العمل من Microsoft Excel نلاحظ وجود بيانات افتراضية نستطيع التعديل على هذه البيانات على هذا الجدول فلنكتب الطلبة المعلمون الإدارة الطاقم الإداري أيضا نلاحظ تغير في المعلومات الموجودة على الطاقم على المخطط البياني بشكل مباشر نلاحظ فئة 2 سيتغير إلى 2010 الفئة 3 سيتغير إلى 2015 والفئة الرابعة إلى 2020 كذلك الطلبة باللون البني الفاتح المعلمين باللون البني المتوسط الطاقم الإداري باللون البني الغامق نستطيع أيضا تغيير القيم الموجودة داخل الجدول نلاحظ مباشرة تغير في المؤشرات داخل المخطط البياني أيضا نلاحظ مجرد تغيير في البيانات يعقبه مباشرة تغير في المخطط البياني تستطيع من خلال هذه الطريقة إدراج البيانات التي تريد إلى داخل المخطط البياني بعد الانتهاء من التعديل سنقوم بإغلاق المخطط في Microsoft Powerpoint نافذة Microsoft Excel ونلاحظ تغير في شكل المخطط البياني بعد إغلاقه سيختفي الجدول ولكن مع وجود مع بقاء المخطط البياني تستطيع تغيير حجم المخطط البياني لإظهاره مرة أخرى إظهار الجدول بالضغط على زر الفارع الأيمن واختيار تخطيط البيانات أيضا لدينا تغيير مكياس الأرقام في المحور الرأسي Y إذا ضغط ضغطه مزدوجا على عنصر داخل مخطط البياني ستظهر قائمة تنسيق الخاصة بالعنصر المحدد على سبيل المثال سنقوم بالضغط على المحور الرأسي ضغطا مزدوجا استخدم علامة التبويب تصميم كما تعلمت في برنامج Microsoft Excel لتغيير نمط ولون المخطط البيع لفتح الجزء الخاص بتنسيق المحور Format Access ضغطنا ضغطه مزدوجا على المحور الرأسي من خيارات المحور وفي مربع نص الحد الأدنى مينيموم نختار أو نكتب 100 في مربع نص الحد الأقصى ماكسيموم نكتب 65 ألف في خيار الوحدة الكبرى Major Unit مكتب 5000 أيضا بعد ذلك نضغط على زر الإغلاق وسيتم إضافة التغييرات مباشرة إلى المحور الرأسي تغير مقيهيس المحور الرأسي يمكنك تحرير كل عنص منه في المخطط البياني كتغيير عنوان المخطط على سبيل المثال تطبيق عملية تغيير مقياس الأرقام في المحور الرأسي بعد تحديد مخطط البياني في المحور الرأسي نضغط ضغطا مزدوجا ستظهر قائمة أو نافذة تنسيق المحور في الجزء العيسر في خيارات المحور نستطيع كتابة خيارات المحور على سبيل المثال في الحد الأدنى نكتب 100 في الحد الأقصى نقوم بكتابة 65 ألف في الوحدات الكبرى نقوم بكتابة خمسة آلاف وفي الصغرى تاعة 2000 على سبيل المثال بعد ذلك نضغط إغلاق وسيتم تطبيق المقاييس بشكل مباشر إلى المخطط البياني نصل إلى تقويم الدرس ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي أولا تستطيع التعديل على المخطط البياني دون إدراجه مرة أخرى اثنين لا يمكنك تحويل بيانات جدول رقمي إلى مخطط بياني مصور ثلاثة يمكنك إضافة الصفوف والأعمدة على المخطط البياني في Powerpoint في العبارة الأولى تستطيع التعديل على المخطط البياني دون إدراجه مرة أخرى صحيح العبارة صحيحة لا يمكنك تحويل بيانات جدول رقمي إلى مخطط بياني مصور أحسنت الإجابة خاطئة العبارة الثالثة يمكنك إضافة الصفوف والأعمدة على المخطط البياني في Powerpoint أحسنت الإجابة صحيحة تعلمنا في هذا الدرس في درس المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز الجزء الثاني تكلمنا عن المخططات البيانية شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته